كان على قد الشاشة بس يا باب تعالوا كده مع بعض نكمل احنا لسه في الكوسشان نمبر تو من ضمن التمارين اللي علينا السنة دي لما الراجل داي يقول لي كلمة probability طب انت بتسأل على ايه؟ انا بسأل على ضاي قبل ما اروح للسؤال ولا كمل اروح جاي فوق الضاي اكتب الـ events بتوعه الضاي دا اللي احنا بنلعب به بنوبلي او بنك الحظ او سل متعبان عندي 1, 2, 3, 4, 5, 6 اكتبهم والدمعيني ايوه تعالوا بقى نسأل هو انت عايزين انا عايزي تروح رايح لدول وتسأل مين استنى حبيب اسمع انا بسأل نفسي انت اسمع اول هام لما قولك probability تجاهز اول ما تقول لي probability اجاهز فراكشن number 2 down بيبقى السمبل space اللي انا قلتلك كلمة total انا معايا كام event معايا 6 يبقى probability بعد انا معايا كام event معايا 6 اطلع بقى الدول مين في دول divisible by 3 الـ 3 والـ 6 اتنين بس هل كده خلصت اقوله لا لان انا مش هلاقي الاجابة دي حضرتك تروح رايح للكالكوليتور تعمل سمبليفاي هتدي لك الانصر نقول تاني طيب بنفس الطريقة كان ممكن يسألك على حاجات تانية افقارجع لفيديو شرح probability مكملين الراجل الجميل ده بيقول لي هنا ادي حاجة لها باور وده ملوش اقول له اعتقد ان اخر حاجة قلنا بتلت حاجات دي ان انا عندي تلت افكار لو الـ base equal base لو الـ power equal power لو الـ right side تعال هنا الراجل ده عنده base طب ده عنده ايه بص معايا هنا D5 D27 مايلعبوش مع بعض فانا محتاج الراجل ده اروح اعمله factorize الـ 5 بتلعب مع الـ 1 to 5 فانا قلتلك في اخر حصة احفظ شوية ان الـ 1 to 25 فيها 5 power 3 ان الـ 27 فيها 3 power 3 حاجات لازم تتضرب عليها عشان مفيش وقت يبقى انا هسيب الـ 5 power over 3 power x روح ترايح لدي دي 3 power 3 ودي 5 power 3 لازم هما الـ 2 يبقوا ليهم سيم power هروح واخد الـ power ليهم هما الـ 2 common فهنا عندي 3 وهنا 5 تعال نعمل compare يا مستر دي 5 over 3 ده 3 over 5 ما ينفعش بقى الـ base equal الـ base فانا محتاج واحدة من دول اعمل لها سويتش ألعب مع دي ولا دي؟ أقول له ألعب مع دي تعال نقلبها فدي لما أقلبها يعني الـ 5 تطلع والـ 3 تنزل لازم أغير الصين بتاع الباور نقول تاني الراجل ده كان لي باور ده ملوش رحت للنمبر فكته حاجات لازم أحفظها زي اللي أنا عاملها لك دي مش كده وبس لازم لاتنين دول لما فكوهم يدوني نفس الباور يعني ما ينفعش ده يبقى باور 2 وده باور 3 طب فكتهم خدت الباور common بسيط لقيت الـ base مش زي بعض الـ fraction ده مش زي ده أروح لده وأقلبه ده لما أقلبه لازم أغير الباور ده بدل ما positive يبقى negative دلوقتي الـ base equal الـ base أقول له يبقى الـ power equal الـ power وتخلص مسألتي وده أنصر بتاعتي نقول تاني طب تعالوا مع بعض نكملين احنا لسه في الـ question 2 أعتقد كده خلص له بص بقى السؤال التالت أو الرابع سواء factorize هيبقى الفactorize عندك يا تلت أسئلة يا ربع هنمشي واحدة واحدة مع بعض لما لقي عندي three terms ثلاثة حد من زميلك ورحمة دي تقيده على الآلة صح بس خد الأصح إنك قبل ما تعمل أي حاجة أعمل two parentheses أجهز اتنين bracket وجهز كمان اكس وجهز اكس بعد كده أنا هروح على المود five three هتظهر لي ABC تعالوا مع بعض نشتغل قادي الآلة بتاعتي قادي مود ودي five three يبقى كل ما تلاقي power two قادي ده هيساعدني إن أنا أعمل factorize من غير مغلط بس الأول بجهز كمان الحاجات بتاعتي تعالى ندخل يا ترى الإيه بتاعتي بكام نجد three حاضر نستهدى بالله اسمع يا بابا ومشدع عليكو عشان أنا دعيت عليكو كتير ويا رب كده ألاقي حاجة تحصل الإيه هي النمبر اللي مع إكس بار two تبقى one وأقول equal البي هي النمبر اللي مع إكس eight وأقول equal السي اللي هي الأبسلوت فأنا ببقى جهزتها قادي الآلة بتاعتي يبقى أنا هاجي أكتب one equal وبعدين eight equal وأدي 15 وهعمل double equal مرتين بص معايا كده طلعتلي إكس one negative three لما أجي أكتبها هنا لما أجي أكتبها هنا أعملها opposite side كمان مرة في الكاركوليتور إداني إكس one الأنصر بتاعتي negative أخدها positive هقول equal طيب ال equal التانية هتديلك negative five هاخدها أنا positive كده أنا خلصت الفكتورايز تعال نكمل بيدا إحنا قلنا سؤال الفكتورايز ممكن يبقوا ثلاث حاجات أو أربعة رحنا لنمبر two برضو يا مستر free thermos عندي الباور two برضو هعمل كده طب يا مستر ليه ما بنحلش بطارية تانية للمرة الألف انتو جيل ايه شكرا طب أنا هنا لما اجا حل بص بقى معايا المفروض إن أنا كنت قبل كده بقول ندور على ال common بطلنا نقول الكلام ده لأن الواحد تعب من كتر ما هو بيناهد مع طالبة فانا هجاهزه X و X لو خدت بالك أنا سبت هنا سبتها ليه؟ لأن ممكن يطلع لي fraction لما هيطلع fraction هاخد الدينامونيتور أكتبه مع ال X يا رب نبقى فاكرين ونروح نعيد الموديل ده مهم طيب تعالوا مع بعض حد يقول معايا روحنا على الكالكوليتور ودخلنا على مودي 5 3 جهازتلي ABC ال A بكام 2 ودي ايكول ال B 7 3 3 دابل ايكول طلعتلي negative هاخد بصنا أكتبها قدامك بصي بقى الدينامونيتور يروح لل X 2 وده نيجاتيف شكرا X مرتوعة X تاني هاي بسوء تعالوا نشوف حاضر عملنا ايكول طلعتلي negative 3 أخد هنا opposite sign أنا كده حليت وخلصت ومخسرتش الدرجة وعملت steps من ضمن الدروس اللي احنا شرحناها لو لقيت 4 term مش هينفع اشتغل بالكالفليتور لما نلاقي 4 term ده حاجة اسمها فاكترايز باي جروبينج انت بتحدد وتختار كل 2 term مع بعض بس وانا بختار لازم يبقى في بينهم كومن طب ينفع اخد AX مع 3X ايه اهه في بينهم X طب ينفع كنت اخد AX مع 7A في بينهم ايه يبقى انت حر انا حل بطريقة وزميلي حل بطريقة بس وانا بختار بعمل two parentheses بينهم بلاس طب انا اختارت دور مع بعض ودور مع بعض يبقى دي AX هاخدها مع النيجاتيف 7A وقادي 3X هاخدها مع 21 انا خدت دور مع بعض عشان فيه بينهم كومن مين هو الايه اخدها برا واعمل براكت ميش انا خدت دور مع بعض بينهم كومن اه سوالي بقى اعمل ايه بقى احنا اتفقنا لما يبقى فيه نومبر الكبير على الصغير 21 دفاي 3 بس يا باب يا 21 تقبلع 3A يبقى اخد 3 كومن ما باخدش الانزر يقول تاني تعال بقى ايه خدتها يتبقى X ايه خدتها يتبقى نيجاتيف 7 هنا بعمل دفاي دي يتبقى X 21 دفاي دي يطلع لي 7 عشان اعرف ان انا السمت صح لازم يطلع لي البركت هنا زي هنا ناخده كمان كومن لو ما طلعوش زي بعض ارجع عيد من تاني وغير التأسيمة لما باخد كومن ما نزلش اي صاين بعمل برانتاسيس تاني واقول لي نفسي الراجل ده خدته اكانسله واكتب اللي تبقى A plus 3 وتخلص المسألة تاني اه انا بعمل 3 3 1 3 تبقى 7 لازم اللي اتنين دول يطلعوا زي بعض في كل حاجة من ضمن الافكار برضو المكررة عليك بتجيلك مسألة زي كده للمرة التانية انا لازم اعمل بس مش كده وبس على حظك في ان فانت انشو تعرف تدخل في الكاركوليتر المسألة دي بتعتمد علي اني لازم الفور والسيكس والثري والتو كلهم يبقوا زي بعض في البيز هنا البيز 2 يبقى لازم دي اخليها 2 يا فور انت فيك كم 2 عندي 2 باور 2 لازم الحاجات دي تكون اتدربت عليها يبقى لما تقابلني فور هكتبها 2 باور 2 طب انا ليا باور اسمه N اعمل برانتاسيز وحط N هكمل دي 6 ال 6 لو انا فكتها هي 2 time 3 يبقى ما تنفعش 2 باور 3 ولا 3 باور 2 اسيبهم هم اللي اتنين times يبقى ال 6 طلعت حاجتين اللي اتنين different ما اعملش حاجة بس اعمل برانتاسيز هم اللي اتنين اللي هم الباور بتاع ال 6 هنزل تحت عندي هنا 2 خلاص دي جاهزة بانت حلال وعندي دي 3 برضو جاهزة وبانت حلال لو انا بصيت كلهم بقوا زي بعض في الباز اقول له لا لسه لسه ليه عشان انا عندي دي لها اكتر من باور لما يبقى عندي باز دي اكتر من باور اعمل times للباور يبقى دي 2 وهنا 2N التو ان دي اعمل distribute تتوزع للتو وتتوزع للثري هنزل داون عندي هنا 4N وعندي هنا 2N بعد كده حبيبي لو لقيت هنا 2 هنا 2 ارجع بقى نشرح جزء تاني في الباور الجزء ده بيقول لي ايه مش هالحاجات دي بيجيلك دايما انا عندي يا مستر 3 rules عندي يقول بتقول لي لو معايا A power M هعمل لها time A power N لو معايا A power M هعمل لها divide A power N لو معايا A power M وليها power N دول 3 اشكال مقررين عليك باقي واحدة اخيرة لو A power M هعمل لها time B power M يبقى انت مقرر عليك اربع اشكال بص بقى معايا نو سمع لما يبقوا البس زي بعض باخد واحدة واعمل adding للباور زي لما لقيت 2 power 2 وهنا 2 power 3 اخد 2 واعمل plus للباور دي divide البيز زي بعض اخد واحدة واعمل minus للباور زي لو لقيت 2 power 6 divide 2 power 2 ما بقولش 6 divide 2 لا بعمل minus هنا عندي base لها اكتر من power اخد الباور وعمل لهم times زي A power 2 ومعايا كمان 3 تبقى الباور 6 اخر واحدة الباور هما اللي زي بعض والباور اخد ال A اعمل لها time B والcommon تبقى M زي A زي لو لقيت 2 power 3 وهنا 3 power 3 هل دي زي دي؟ اقول له لا يبقى ما باخدش واحدة من البيز ده الباور هو اللي equal يبقى لها اخد 2 time 3 ودي 3 برا common وبعدين 2 time 3 تبقى 6 واي دي الباور دول الأربع قوانين المقررة عليك تعال بقى نرجع لمسألك انا عندي هنا 2 وعندي هنا 2 same base يبقى باخد منهم واحدة واعمل adding للباور هنا 2 هنا 2 يبقى 4 N دي 3 مفيش زيها ملعبش معاها تعالا ننزل دور عندي دي غير دي ملعبش معاهم هما اللي اتنين سوري يبقى دي 2 باور 4 N ودي 3 باور 2 N لغاية كده في مشكلة بص بقى معايا اخد خطوة عندي 2 up و 2 down اخد واحدة واعمل مينس للباور 4 N مينس 4 N في طلبة بتكانسل دي معا دي حسب المصحح ممكن يحسبها صح وممكن ننقصك لانه لازم يشوف الرول دي ديفايد اعمل مينس للباور بعد كده ده زي ده برضه في ناس بتكنسله انت ونصيبك لكن الصح ان انت تكتب 3 واعمل مينس للباور 4 مينس 4 تبقى 0 وهنا برضه تبقى 0 وانا تعلمت ان اي حاجة لو عندي 2 باور 0 اي حاجة باور 0 equal 1 يبقى انا هنا ده يبقى كله equal 1 انا كده خدت المسألة اعملت كل الستيبس مسألة عليها 3 ماركس خسارا ان انت تخسرها او متعملش ستيبس كاملة مكملين يا مستر ما الشكل ده احنا حلناه لا احنا حلناه فاكتورايز لكن لما اجا اقولك انا عاوز solution set هنحل بنفس طريقة الفاكتورايز بس هنزود فكرة بمعنى ان انا لازم اللفت صيبي بازير موجود حضرتك هتجاهز خد بقى المفاجئة وهنروح على الموت بس هنزود ان انا هكتب x equal و x equal اللي هتطلع لك من الكالكولاتور يبقى لما اطلب منك solution set انت بتكتب ال xات ولازم برضو المستر يشوف الستيبس واخد الدرجة كاملة تعالى كده نروح مع بعض قادي الكالكولاتور وهنكمل مع بعض حضرتك بتمشي بال equal هيرجعك للمسألة تعالى مع بعض الايه بكام 1 الايه هي اللي مع اكس باورتو ودي equal البيب كامل نيجاتيب اللي تحت الفراكشن ودي 8 equal السيب كامل الله ينور عليكم واقول equal مرتين بص بقى هنا قبل ما اروح اكتب جوه هنا انا هاخد ديه زي ما هي عشان ده الحل بتاعي وارجع كمان واقول equal اداتني 2 بكتبها من غير مغير يبقى انا جهزت دول مش كده وبس عشان دول اللي انا جبتهم هم السلوشن 6 وانا كده خلصت اروح راجع بقى هنا ادي اكس ودي اخدها opposite site نقول تاني كالكوليتور يديني اكس هكون مجهازة وتحت دي اعمل سلوشن 6 واخد دول من غير مغير السايد لكن هارجع فوق انا كده حليت من غير اي مجهود وخدت الضربة روحنا على اخر سؤال ايه يا ابني يا جرميل راجلك بيقول لي باك او يقول لي كلمة بوكس كونتين سيملار بول اول ما اجيب لك حاجة زي كده ودي كلمة بروبابيلتي انا عايز السامبل سبيس انا عاوز اعرف التوتال عشان دي المفتاح حضرتك تروح للمسألة وتعمل كاونت معايا 5 white والرست red ما كلهم كان الله اعلم على حظك جاب المسألة الغير مباشرة بس انا ما بخافش ليه؟ عشان انا عندي رول بتقول بس معايا لو سمعت ثانية لو اداني البروبابيلتي بتاع اي ايفنت البروبابيلتي بيبقى النمبر بتاع الـ البروبابيلتي اللي هو النمبر بتاع الـ البروبابيلتي لتاع الـ البروبابيلتي لتاع الـ البروبابيلتي 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 بتاع الـ الله عليك كمان مرة المسألة دي بتتكرر لما يقول لك يبقى البروبابيلتي بتاعهم هما الـ لو ادتني واحدة عشان اجيب التاني وان مينس يقول لي مستر عمل اجزام ساكسس وفيل الفيل والساكسس هما الاتنين بوان البروبابيلتي لو ادتني واحدة عشان اجيب التانية وان مينس يبقى هنا البروبابيلتي بتاع الـ وان مينس تو ثيرد يبقى وان على الفري ادي دي فكرة المسألة تعال بقى نرجع هنا يبقى انا انا ما كنتش عارف البروبابيلتي سوري ما كنتش عارف البروبابيلتي بتاع الـ بس معي النمبر اهو دى الوقت اقدر اقولي البروبابيلتي بتاع الـ النمبر بتاع الـ على التوتل انا محتاجي الـ يا مستر متخافش البروبابيلتي بتاع الـ الفريت احنا جبناها بـ م goed كου الى علايك انا معايا دول بـ 5 فأنا هعمل cross multiplication يبقى total 3 times 5 يديني 15 طب انت بتتعب ده كله ليه؟ أنا عايز النمبر بتاع ال all ball قادي ال 15 لو عايز النمبر بتاع ال red 15 minus يطلعوا لي 10 يبقى دي مسألة فيها probability أيوة بس فيها أكتر من فكرة أقدر أقولك دي أصعب حاجة ممكن تقابلك لو جات لك في الامتحاد تقريبا لسه في واحدة تانية في الامتحان؟ لا امتحان كده الحمد لله أتمنى ان انت تراجع الامتحان all the best تعالوا كده نشوف آخر فكرة في الامتحان مع ريش أنا ياسف كان بيقول لي 3 power x equal 27 ومديني مسألة تانية أقول له دي هقسمها جزئين لما يبقى عندي هنا نمبر وهنا نمبر يبقى اكيد ال 27 هعمل لها فكتورايز تبقى 3 power 3 ودي من ضمن الحاجات اللي قلت لك تحاول تنفاصي إلا لم لاحظوا ال base equal base إلا استفيدوا power equal power الله عليك يا جرمين أخيرا صحي جرمين الله عليك شكرا يا حنيني يبقى 3 plus y equal 0 بقيت equation عادية الله يبقى y بتاعتي قادل value بتاع y قادل value بتاع x مسألة عليها 3 markers عشان كده بقول الموديل ده موديل في كل الأفكار اللي اقدر اقول عليها لفوق المتوسطة يعني ليس بتاع الطالب العادي all the best حبيبي برب 2 هنبدأ نهارته أول حاجة revision هنعمل revision algebra second term 2024 المفروض أن أنا عندي 5 questions سؤال complete سؤال choose وبعدين عندي 3 أسئلة بتبقى متقسمة A و B بعد إذن تدرب نفسك من دلوقتي كشكور وأعمل كل سؤال في صفحة مسألتي complete أو مسألتي choose أنا بعمل steps ما تخسرش الضرر طيب هنبتدي ناخد كده أنا عامل الشكل اللي انت شايفه ده علشان كل سؤال هعمل لك steps علشان أفكر نفسي أنا بحل إزاي من ضمن الأسئلة المقررة عليك السنة دي كان درس equation بس عندي power اسمها exponential equation فحنا خدنا من ده 3 أفكار الفكرة الأولى لو base equal base استفيد power equal 1 فكرة الثانية لو power equal power استفيد حكتين base equal base or power equal 0 الحالة التالتة اللي قدامك اني لو لقيت صيد من الاثنين equal 1 لما لاقي الرجل دول استفيد ايه؟ تقول لي اخذ الباور وهو equal Z شكرا نقول تاني أنا معايا two sides right to left لو انا لايت الرجل سوري لو انا لايت هنا وان على طول اقول له هناخد مين power ونقول equal وان بتبقى equation عادية وابتدى حل واسمع وروح انت بقى تمسك مسألة مسألة وتعيد حلها تاني بس لو سمحت تعيد الشرح حتى عندك سؤال؟ نعم هكمل يا بابا ان انا دلوقت equation انه للراجل ده يبقى الراجل ده x equal negative 3 ادي الحل التالي نكمل معا هنقل على number two وعلى قد ما تقدر حاول اتحيل complete and choose احلها ان شاء الله بكتب ايجاب على طول بوتيربين وسيل كل حاجة في لك وارب نسمع الكلام خلينا نستفيد ان انا هرجعلك وانت عم روح ابدأ بقى اشتريتها من ضمن افكاري الجميلة اللي قد قابلك شغلك فيه ان انا فليت اتنين اكسب ريشا ده تقول له على بعض اكسب ريشا وده اكسب ريشا بص بقى معايا الفكرة دي حبيبي بتجيلك complete and choose بص بقى معايا انا درست يا مستر السنية ده x power two minus y power two ده بعمله فاكترايز كان اسمه difference between two square يعني الراجل ده كنت باقي اعمله فاكترايز two parentheses x و x one one وهنا بينهم positive وهنا بينهم negative ده لما قولك فاكترايز المراتي الراجل مدي لك واحد بfour واحد بtwo لو اداني ده الوحده بقيمة وده الوحده بقيمة وانا عايز x power two minus y power two هتعمل ايه؟ حاضر الراجل ده الراجل اللي هو x power two minus y power two ده لو عملت له فاكترايز يديني اثنين برانكاسيز واحد هنا x ودي كمان x y y هنا بينهم plus هنا بينهم minus كل ما تلاقي الشكل ده تقولي من اثنين اطلع بقى هنا هو بيقولي ان كل ما لاي x plus y وفر وقول طيب كل ما لاي x minus y two يبقى الانصر بتاعتي eight نور تاني نور تاني نور تاني خد بقى المفاكة طب ده راجل طير كان ممكن يستعبط ويديني حاجة غير دي اه بلاش كلمة يستعبط يا مستر اصدق يهازر بص بقى معايا في هزار بص بقى كان ممكن الراجل ده ما يدينيش دي ويجي هنا يديني كلمة eight او يديني اي نور ويد الله عليك بص بقى لو اديني الراجل الاساسي اللي هو x power two وهنا من الاتنين الصغيرين واحد مسي زي ما قالت زي منتكو اعمل دي ويد نقول تاني لو كان اديني الاتنين الصغيرين لو اديني كبير وصغير اعمل دي ويد ملهاش ملهاش شك تاني نقول اديني متأكدين طيب يبقى انا تعالى بنعمل كده بس خلاصوه راجل ما سيذهاش غير اقصى حاجة عملها بالشكل اللي هو دي نكمل بص بقى معايا هنا بيقول لي the solution said الراجل ده عايزي بس حبيبي عايزي بس حبيبي بعدين ده عايزي ويديني هنا حبيبي ادي اكس باور تو. هاخد النجاتيب وان وبزن ساين. تبقى ايه? راس وان. تبقى انا يوم. ما خلصتش. لو كان فيه نمبر مع الاكس. مفيش. دي اكس باور تو. خد بيانك بس عشان فيه شكلين للحل. هقول لك الشكلين. لما تبقى دي اكس باور تو. كلمة سموشان اكس. سب. انا عايز اكس. من اكس باور تو الاكس. انا باخد سكوير ووت. جولت ايه? من اكس? من اكس باور تو. من اكس باور تو. لأكس? للاين. بس اقول له سلم. الكملتور يا مستر. لو انا شغلتها هتديني اجابة واحدة. كده انتبقى منك نص الضربة. لما يبقى اكس باور. الله عليكي. اسمها بوزيتف قرنية. دي اللي انت بتنساها. يعني انا لو اشتغلت من ايه هتديني البوزيتف بس. لكن انا عندي تو سلوشان. برضو ما خلصتش بس معايا. وتيجي تقول له انا استيس. ادي الكيرلي بريسز. فري. نيجاتف فري. ادي كده مسألتي. خدتها. كاملة. يا مستر دي جات هنا. كمبيليت او تشوز. كل ده عشان اخد درجة. ايوة. طبعا عندي حل تاني. اه. اسمع بقى الحل تاني. لما تلاقي اكس باور تو. اكس باور تو. ماينس وان ايكوان. لو سمحت انا الرابل ده. وسبقى معايا. ده هو انه هوديه هنا. شمعنا. عشان عايز الاكويجن ايكوان زينو. فيبقى اكس باور تو ماينس وان. جاي لها ليه عايز تعمل دي. عشان الناس اللي بتنسى هتروح لي عالكالبريتور. اسمعتيني. هدخل ده النهية التانية. فتبقى اكس باور تو. ودول يدوني ناير ايكوان زينو. بص بقى. عشان اشتغل بالكالبريتور لازم هنا يبقى ايكوان زينو. تعالى بقى افقرك هتعملها ازاي? هتروح رايح حضرتك على مود فايف ثري. هتظهر لك اي بي سي. وتعالى اوريك ازاي تحلها وما تفسرش الغربة. كلنا هنطلع الآلة. ونروح رايحين على مود فايف ثري. لما عملت مود فايف ثري. لو خدت بالك اداني اي بي سي. تعالى بقى نفكر نفسنا. الايه بكالب? اقوله ايه? هي النمبر اللي معها اكس بارتو. بتاع اكس بارتو. فانا هقول وان وبعدين اي كوان. نقلني لحزة بقى. لحزة عشو فترة بقى. نقلني على البي. اسمح حبيبي لو صباح. الايه? الايه هي النمبر اللي مع اكس بارتو. اسمه كو افشا بارتو. يبقى انت بتاعك اكس بارتو. اللي بعدها دي بتاعك اكس. يا مستر عندك اكس? لا. يبقى اقول زير. يا رب نسمع الكلام. تاني. نقلني على البي. البي هي النمبر اللي مع اكس. معايش اكس. يبقى زيرو وايه كوان. نقلني على السي. السي هي الابسلوت هي النمبر. بنيجاتيب ناين. يبقى دي بتاعة اكس. ما عنديش انا بزيرو. دي اخر حاجة نيجاتيب ناين. هنكتب نيجاتيب ناين. بص معايا. حاضر اديني ثانية. اد يا مستر نيجاتيب اللي هي تحت الفراكشن. ودي ناين. واقول ايكوان. بص بقى الراجل دوت جميل. الراجل ده هيقول لك اكس وان واكس تو. الراجل ده هيدي لك التو سلوشي. لكن لو انت اشتغلتها عادي هيدي لك خلوات. لما عملنا ايكوان اداني اكس وان. حضرتك بقى هتيجي مش هتقول اكس وان. طول اكس مسلا بفري. تعال اكمل اقول ايكوان تاني. حاضر يا بابا. بقت نيجاتيب ثري. حضرتك هتيجي بقى اقول له. بقى عندي ثري. ونيجاتيب ثري. انا كده مش اقصر اتضربة. ومتعدش. انا استخدمت الآلة. بس انا فاهم ايه اللي هكتبه عالكالكوليتر. تعالي بسنا المكمل جديد. المودل. الراجل الجميل كده. مديني مسألة تانية. هنا في باور. تعالي نشوف درس الباور ده. احنا تعلمنا في ايه? بيقول لي تو الباور اكس بثري. قلت لي. قلت لي. ممكن البيز تبقى ايكوان البيز? ممكن الباور يبقى ايكوان الباور? وممكن. وممكن. الريد ساي يبقى ايكوان ما. لو كان البيز ايكوان البيز اقول كده النفسي بالعربي. انا استفيد. الباور ايكوان الباور. لو كان الباور ايكوان الباور تقول له استفيد حاجتين. الحاجة الاولى ان البيز تبقى ايكوان الباور ايكوان باعمل الحالات ايوة ان انا باخد الباور وقول له ايكوان سي. حالة التالتة لو لقيت ايكوان وان باخد الباور وقول له ايكوان سي. دول التلت حالات. طب تعالا كده نشوف مع بعض مسألتي. هل دي حاجة من التلاتة? حار. هل البيز ايكوان الباور? لا. ما مش الحالة الاولى. طب الباور ايكوان الباور? لا. مش الحالة التانية. طب هل هنا ايكوان? لا. يبقى اولى حالة. نروح اول ما نلاقي الكلام ده وادين اقول ايه? روح مسك الراجل اللي انا عايزه ده. انت ايت ايت ايت. قول باور نيجاتيب ايكس. الايت افكها بالتو. تتفك تلت مرات. اتعود على شكل الاسئلة. الايت تتفك بالتو. طايم تو. طايم تو. عاية تاني. ها? لا. الايت لها باور نيجاتيب اكس. يبقى الفكة بتاعها ياخدو نفس الباور. ده المراس بتاعها. اهو. وهو. وهو. الله مش دي مريلة من دي. ايوة. اقوله لا. ده الباور نيجاتيب لكن هنا الباور بوزيتف. اسمع بقى لو سمع. اقوله انا اتعلمت. لو معايا باور بوزيتف عايزه نيجاتيب احمل فليب او سويتش للبيز اهو. طب يا مسطر ما تديني الاسهل. بصي بقى. لو لقيت تو باور نيجاتيب اكس. الباور نيجاتيب احمل سويتش له فيديني بوزيتف. يعني انت كممكن تيجي هنا. وتخليه دي بوزيتف ايوة. مجدش في بالك. فكها تلاتة. ويبقى ساعتها دي. دي. هي الانبرس بتاع دي. يبقى دي. بدل ما هي فري هتبقى. هاو. تعالى الرجل ده اعمل له فيديني. بس. تاني. الباور لو نيجاتيب احمل له فيديني. الباور لو نيجاتيب اروح له فيديني. وعملناها سويتش. فتبقى ثيرد. يبقى الانصر بتاع دي. دي ثيرد. واللي جنبها ثيرد. واللي بعدها ثيرد. يبقى الانصر بتاعها تبقى وان اوبر كمينتي سيند. لولاتين. بعد اذنك. حاول الامتحان النهاردة مليان افكار. بنراجع منهج كامل. على قد ما تقدر حل مسألة مسألة مسألة. مين يا مسترية؟ نمبر فايف. مديني هنا سايد. ايكوال. بس مديني الانصر عايزها علامة برساد. اتعلم معي لو سمحتك. انت كل ده اشتغل بالكالكوليتور. انا معرفش. نسيت. كبيرنا وننسي. فالكالكوليتور يالله. هايديني هنا. one minus quarter. سوري. one minus three quarter. هنشتغل بس يا مام. بس يا مام. بس يا مام. بس يا مام. ايوة كورتر. ايوة كورتر. ايوة بس يا مام. انا دخلت في التركوليتور. الانصر دي الدتني كورتر. انت مكرر عليك حاجتين حبيب عشان نبعه لك. لو انا بقول لك ومعها علامة البرساد. غير لما قول لك عايزها بالبرساد. لما لدي لك علامة البرساد تقول لي اخد النمبر اعمل. يبقى لما دي لك علامة البرساد تعمل. كام? طب انا عايز ابرساد. بس. شكرا. يبقى يتيجي دي يتيجي دي. طب انا هنا عايز البرساد. يبقى انا بعد ما جبت الانصر بتاع ماينس او بلاس او اي حاجة. نعمل ايه? يبقى دي الكورتر. اخد هعمل لها تاين هندرد. هتديني الانصر اللي ايه? برضو تاني? وانتي برضو تاني ما حرمتيش? طيب. مكملين? بوسشن نومبر تو? مسألت تشوز. ما فيش حاجة اسمها تشوز. في حاجة اسمها طريقة حال. طب هل ينفع كل الفورم ده نكتبه في الكالكوريتر? شكرا الحوض. يبقى انا عارف ان نجي دي انت كويه? هيدخل كل ده في الكالكوريتر. بس خلي بلك وانت بتكتب. انك لو انت بتكتب ده لازم تعمل عشان ده ما يتكتبش فوق. ايه دي بس ان هتبقى الضلطة على. تفقدت? يعني الكلام ده اولا. بصمعايا لو سمعت. يعني انا دلوقتي هعمل اول حاجة فراكشن. يا رب تتعلم ازاي ده. وقادي معايا فايف. الباور لما يبقى نيجاتيف. الباور لما يبقى نيجاتيف. بروح على اللي جنب الاكسي تو. اذا هعمل باور غير التو. اروح على اللي جنبها. وقادي نيجاتيف تحت الفراكشن. وقادي التو. بص بقى ان انا صدق. انه انا فوق هنا. هيكمل بعد كده لو قلت تايمس. بص كده معايا. ادي تايمس. هيكمل في باور. هيكمل في باور. شكرا. لا انا برجع هو دليت. وبامشي عشان تنزل بتاع واقول ادي تايمس. وبعدين ادي علامة بسكوير روت. وقادي فايف. ويا رب تاخد بالك من اللي انا بقوله. عشان دي الغلطة بتاعتك. تاني. يبا بدل ما الكالكوليتور يساعدك. انت اللي لغبطت نفسك. اختفل. ايه المشكلة بترجع تاني يا بروح فيه. انا بس نكمل. هننزل تحت. بنزل برضو بالاسهم. عندي فايف. وبعدين قادي سكوير روت للفايف. قبل ما اقول اتأكد هنا. ان انا كانت المسألة صحة. نعيد تاني الكلام ده. طيب تعال كده. نكمل ونقول ايكول. ونشوف المسألة. انا كتبت. وادي ايكول. كام? اول واحدة. اول واحدة. ما عندوش اي مشكلة? لا. مش هنضيع وقت وقول. ده ده انت لازم تعمل. انا بتعامل مع الجيد التكا وين مانا اشدع. بص لو سمعت معي. من ضمن الحاجات دي. دي مسألة فلستير. ما فيش حاجة اسمع فلستير. انت ممكن يبقى عندك حاجات بنقول عليها ايه كوميوليتب? تجمعات. نسمع وناخد بالنه ونضيعش وقت. تجمعات من الدروس القديمة. بص حبيب لو سمعت. لما تجيلك زد وزد نيجاتيب وبوزيتب. جريد ترسل ده. لان دي محتاجة ان انت افتكارها. ده كله النمبر لاين. من النيجاتيب انفينيتي للبوزيتب انت الزد. لما اجي هنا في النص بس حبيب. وقت بزيرو. لو خدت مسبقة معي. من الزيرو. يا هذا بس يا. من الزيرو امن. ومشيت الناحية دي. انا كده. الزيرو امن مش معايا. لو انا خد. لو خد من الزيرو تاني. وروح تراجع انت. بص لها. الراجل ده بيقول لي زد كلها. دي ديفرنس. هقطع منها دي. ايه اللي يتبقى? ازعى. استنى بس. بص بص بص. الزيت دي جواها اسمع وتعلم. زيت بوزيتب. وكمان يونيون زيت نيجاتيب. وكمان يونيون الزيرو. ايه اعتمسة دي. الزيت هي ثري سيتس. انا هاخد منها النيجاتيب. هقوله يبقى الباقي بتاعي. نترون. مسبقة. هنا حاطت لي زيرو. الله. ده زيرو بس. لذا انت ما تنفعش. حاطت لي ما تنفعش. مص كده? والزيت بوزيتب لوحدها ما تنفعش. اسمع بقى. اسمع بقى. اصليا مصطر الان دي هي الزيرو يونيون. الزيت بوزيتب ايجابت ايه? للمرة التانية. خلي بارك. الزيت ضفكها. خد منهم واحدة. يبقى المفروض الده بقى اتنين. انا هنقصد درسين عشو تشوف المسألة كلها. وانتانية؟ لا. طيب. يقولها تاني؟ لا. شكرا. كنت لصورها منك لله. تعال نكمل مع بعض. الراجل ده هنا بيقول لي يبقى. The volume of q. يا مصطر درس الكيوب ده. كان حاجة بناخدها في grade 6. لما اقولك حبيبي كيوب. الفوليوم بتاعي هو age. time age. time age. time age. ده كنا بنقوله لgrade 6. طب انا كبرت وخدت باور. فانت حضرتك هتيجي تاخد الage. وتعمل هاني الباور. شكرا. نقول ثاني. اي كيوب. باخد age. time age. time age. يبقى الage repeat three times. وتبقى الانصر بكاعتي 27. نكمل. الراجل الجميل ده بيقول لي. الاكسبريشن ده. perfect square. من ضمن الحاجات المكررة عليك. لما اقولك كلمة perfect. ده رس مهم. كلمة perfect square. حاطتلي في الميدل في النص لتر ميسنج سموكي. لما يبقى الميسنج في النص يبقى انا عندي two solution positive and negative. اقول له استنى ده الاربع اجابات فيهم positive و negative. بس انا بحدد. طب بعد كده بعمل ايه. قال لي بعد كده باخد توايس. وبعد كده بقول time. وباخد لسكوير روت للفارست. مين الفارست? اقول له دي. يبقى انا هاخد لدي. لسكوير روت هتديني اكس. بعد كده بقول time. وبعمل سكوير روت للثيرد. اه دي ده الثيرد. هاخد له سكوير روت. هيديني سكس. كمان مرة. لو قال لي ده فكت سكوير. اقول له استنى. الكي ده ممكن يبقى في الاخر. وممكن في الاول وممكن في الميدل. لو كان الكي في الميدل يبقى عندي two solution positive and negative. طب ما هي موجودة. اقول له استنى بقى نكمل الرول. twice. time. الفارست والسان. اه دي positive negative twice. الراجل ده 36 داني 6. وانا.